في أغلب ما نراه نتبين أن المسلمين اليوم تائهون تائهون بين هذا التراث الذي ذكرت وبين العصر الحديث لماذا؟ لأنه يقدم لهم التراث بصفته حقيقة يجب عبادتها المسلم اليوم للأسف لا يعبد الله هو يعبد الشيوخ، هو يعبد الفقهاء، هو يعبد الكلام الذي قيل له ونقل عبر الكتب الصفراء التي فيها كثير من الخلط وكثير من الخور وفيها أيضا أشياء هامة ولكنها منغرسة في سياقها التاريخي لذلك يجد المسلم عموما نفسه في تناقض وصراع واضح بين هذه الحقيقة التراثية التي تقدم له بصفتها الكنزة الأوحد بصفتها مصدر فخره ومصدر نجاحه في الماضي في مقابل وقعه اليوم الواقع التعييس، الواقع المتخلف الواقع الذي نشهد كل يوم مآسية ترجمة نانسي قنقر